والخطف بالعاصمة طرابلس لازال مستمراً وهذه المرة عمليات الخطف قد طالت داعمها عندما قامت ميليشيا مسلحة باختحام مكاتب وزارة الخارجية بالحكومة المرفوضة واختطاف مدير مكتب وزير الخارجية نصر الدين الدرناوي ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة محمد زليطني داخل مكاتبهما بطريقة مهنية ومنظمة حسب ما أفاد شهود بمقر الوزارة فيما أكدت تقارير إعلامية الليبية خلال اليومين الماضيين بقتل صلاح طبقية سائق رئيس المجلس الرئاسي المرفوض فايز السراج بطلقات نارية في منطقة جورجي بطرابلس وتعاني المدينة من أوضاع معيشية مأساوية بسبب سلوك الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مفاصل الدولة ما دفع المواطنين للخروج في تظاهرات حاشدة ضد حكومة الوفاق مطالبة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بضرورة التدخل بشكل سريع وعاجل لإنقاذ المدينة من صلاح الميليشيات والاهتمام بالوضع المعيشي للمواطن اشتركوا في القناة